اشتركوا في القناة شوفك الرسائل اللي ارسلتها تقدر تغير حالتك كثير ميزات به خلونا نحمل التطبيق ونحدث التحديث اللي نزل ونشوف بعض الميزات التطبيق فخلونا نبدي هذا التطبيق اللي حب يدخل على مركز المساعدة هذا موجود ارسال رسائل التحقيق ومعرفة من يكون نشط من اصدقائك ومتاحين للدردشة يعني اي واحد تقدر فاتح تقدر تشاهده هنا بهذا التطبيق هذا التطبيق مسموح اي تطبيق غير هذا اي تطبيق غير هذا ممنوع التطبيقات لانه ممكن يحذف لك حسابك خلونا نروح على الابل ستور بس قبل ما ابدي لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس وهذا اللي حب يقرأ عليه موجود ارسال رسائل ومقاطع فيديو الى الاصدقاء واحتمال بعد راح يضيفون ميزات جديدة بهذا التطبيق فحاولوا تنزلوا من الابل ستور او جوجل بلاي اول شي قبل ما تروح تروح على الاعدادات تنزل على خلوي وتنزل على عام تتأكد عندك تحديث البرنامج البرنامج نحدث الى اخر تحديث طبعا ما يحتاج تحديث وننزل على مساحة التخزين نتأكد انه عندك اقل شي 7 جيجا مساحة غير مستخدمة انا عندي تقريبا ثمانية ونروح على الابل ستور اول شي نزل تطبيق ثريتز وهذا رسمي يعني وثانيا نروح شنو عندنا نشاهد كيف عندنا جاية تحديثات تحديث الانستجرام اللي هو رقم 213 يعني تحديث جديد من تشوفون ارقام يعني 213 012 هذا تحديث امني اما تحديث 213 يعني تحديث بميزات فما كاتبين انه اصلاح الاعطال وتحسين المظهر هاي دائما التحديث 188 يعني زين ان شاء الله نحدث الانستجرام هسا تحدث عندنا الانستجرام وايضا انفتح عندنا تطبيق ثريتز هسا اني يجيني هنا انه كيف اسجل هنا اسجل ادخل هنا راح تجيك هاي هلو فتسوي اكتيفيرن السماح اوكي فندخل عليها نكبس عليها فيتر هنا الديزايم مالتا وهنا المعلومات هذولة كلهم تقدر تشاهدهم فثيرتش هنا يعني شكرا لانه اشتركت فرح تظهر الاصدقاء هنا هذا التطبيق باذا تشاهدون هنا هنا الحالة مالتاك هنا تقدر تغير الحالة اذا غيرتها راح تظهر على الانستجرام الاصلي مالتاك وهنا اي شخص كنت واصلت ويا راح تظهر الرسائل مالتاك هنا مثلا هنا شوفوا هذا الحساب الثاني مالتي اوكي فتظهر اي شي وتقدر ايضا تراسل من هنا ومعرفة يمتى كان فاتح قبل ساعة وحدة هنا فاتح فطبعا كلش سهل التعامل ويا ورح تظهر عندك الاصدقاء كلهم والرسائل كلها طبعا اكيد بي ميزات اخرى اني يعني ما كلها الم بيها لانه جديد ما استعملت غير هاليوم وقبل خمسة يام اذا انت اكدت منها من انستجرام يلا نزلت الكمية لانه انتو امانة عندي اي واحد يدخل وممكن يستعمل برنامج غلط اني مسؤول عليه امام الله فلازم اكون امين واتأكد من كل شي يلا انزلكم البرنامج او التطبيق فتقدرون تستعملوه ونروح على الانستجرام نتأكد الانستجرام شغال فالانستجرام ايضا شغال وما بي اي شي اتمنى استفاديته من الفيديو القصير مالتي ولا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي رح انزلكم كيفية تسجيل الخروج ايضا من ثريتز واي واحد عنده اي سؤال خلي كتبه بالرسائل ارجع ارد عليه بس اذا خلال يومين ما ردت يذكرني لانه كثير كثير عندي رسائل كثير يعني ساعات اقعد بس ارد على الرسائل والاشتراكات وشكرا للجميع مع الف سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة